اشتركوا في القناة البحرينية بالصحفيين والاهالي هنا وفي التحديد بمقبرة سماهيج اعلنت المملكة عن حدث تاريخي يحكي عن فترة الوجود المسيحي في جزيرة المحرق ولطالما ذكر اسم سماهيج في التاريخ المسيحي للمنطقة ولكن لم يكن لها مكان في علم الاثار الا ان التنقيبات الحالية كشفت عن الحلقة المفقودة ان هذا الاكتشاف الاثري يعد من اهم الاكتشافات في المنطقة واتوجه بجزيل الشكر الى الشيخ مي لجهودها في دعم المشروع واهالي سماهيج لوقوفهم الى جانب عمليات التنقيب وتقديم كافة التسهيلات لفريق العمل نعلم وجود تاريخ مسيحي في مسميات موجودة في البحرين تدل على وجود مسيحي نقرأ في المصادر التاريخية هذه الامور ولكن ان نرى دلائل مادية هذا ما كنا نفتقده ولحسن حظنا وجدناه الان يعني نبارك لانفسنا ولمملكة البحرين بكاملها ان عثرنا على هذا المعلم الذي يسد الان فجوة في تاريخ البحرين وهي فترة الوجود المسيحي تنقيب هذا التل واستضاح معالمه تم قبل ما يقارب ثلاثة اعوام بطلب من الاهالي وقد تم استئناف العمل فيه من جديد في هذا العام كان هناك رهبان في الحلة يسكنون في هذه الحلة وعدهم سكن في سماهيج يسمونها حلتهم ودائما الرهبان يروحون يتعبدون في المناطق الخارجية يعني دائما الرهبان يأخذون معابدهم على التلال في الصحراء وهذه بحيث يتفرغون إلى العبادة فكان عندهم حلتهم هنا وفي عندهم الراهب في الدير الان موجود كان على تلعة تلعة الراهب تلعة الراهب والعنسة ومسجد الراهب هذا الاكتشاف يتكون من مبنى به عدة غرف مزينة بالمنحوتات عثر فيها على قطعة حجرية محفور عليها نقش صليب وصليب آخر ملون على كسرة وعاء فخاري لذا من المحتمل أن هؤلاء المسيحيين كانوا جزءا من الكنيسة النسطورية التي ازدهرت في الخليج قديما تلعة الراهب